بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله ان شاء الله نتحدث الآن عن مشكلة بالنسبة برضو للعاقات الجسمية والصحية نتحدث عن الصرع والصرع ده مصطلحة كتير فينا بيسمعه بس شكله ايه او ايه هو الصرع ده اللي احنا ان شاء الله نعرفه دلوقتي هو الصرع ابارة عن خلل يطرق على الدماغ يفقد فيه المصاب واعيه يبقى في الصرع المصاب بالصرع بيفقد ايه واعي نقطة ده مهمة ناخد بالنا من حتة واعي طيب بحيث يكون مفاجئا وليس دائما الحدوث يعني بيحدث فجأة مالوش ولا اشياء بتدل انها يحدث ولا اشياء تدل على نهايته ولكن هو الصرع بيحدث فجأة ليس دائما الحدوث ويعتبر برضو الاصابة بالصرع غير معروفة جميل يعني مفيش اسباب من الاسباب اللي نقدر نقول ان هي السبب وعيص في الاصابة بالصرع ولكن في بعض الاسباب كده اللي اللي بعض الباحثين والعلماء قالوا انها ممكن تكون اسباب في الاصابة بالصرع ممكن مهيش مهيش هي الاساسية رقم واحد نقص الاكسجين اتنين تسمم الطفل تلاتة اصابة الجنين اثناء الولادة وهو وبيتولد اربعة تشوهات واصابات ايه ايه خلقية يعني كل الاشياء اللي احنا بنقول عليها دي الاسباب دي هي اسباب ممكن تكون سبب في الاصابة بالصرع ولكن مهيش السبب رئيس معاش معروف له سبب رئيس طيب جميل تصنيف الصرع عندنا فيه ثلاث فئات للصرع وهي نوبة الصرع الكبرى نوبة الصرع الخفيفة نوبة النوبة النفس ايه حراقي اشدهم نوبة الصرع الكبرى وتعتبر نوبة اشد الحالات عنفا وقاسوة على الشخص المصاب فيها بقى بيحصل ديش ايه للشخص يفكر الشخص بعي واحساسه بمن حول وتضطرب فيها جميع وظائف الفرض المصاب منها عدم الكدرة على ضبط اللعاب احيانا الاختناق احيانا بيكون فيه عدم كدرة على التحكم فيه البول ايه والاخراج طيب نوبة الصرع الخفيفة بقى ونوبة الصرع الصغرى تصيب الاطفال عادة من سن ثلاثة الى عشر سنوات يغيب فيها الوعي فترة بسيطة عشان كده بنسميها نوبة الصرع الصغرى عشان الوعي فيها بقى فترته بسيطة من خمسة الى عشر ثواني نعلم وهي احيانا من الصعب التعرف عليها ووصفها ايه بدقة زي نوبة الصرع القبر طيب نوبة الصرع النوبة النفسة حركية نوبة الصرع الخاصة بالنفسة حركية هي غير مفهومة تماما اعتبرها البعض نوعا من الصرع الجزء عدم فقدان الوعي مفيش فقدان الوعي جميل هي بس فيها بعض الكيام ببعض السلوكريات غير الهدفة حاجات ممكن ان هي بتحدث لثواني قليلة جدا اقل من نوبة الصرع الصغر طيب جميل لو في حالة احنا قابلناه من حالات الصرع نتعامل معها ازاي اول شيء ابعاد الشخص المصاب عن الاماكنة الخطرة كالموتفعات نبال عن الموتفعات محاولة وضع شيء اه لين بين الاسنان عشان نحمي ايه اه اللسان والفم جميل وضع شيء ناعم تحت رأس كمان ارخاء الملابس وخاصة من ناحية رقبة ايه عشان نحمي من موضوع الاختناق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الخاص بي ايه الاختناق اللي اتكلمنا عليها قبل كده